ما تزال موجة الغضب والاستنكار تتصاعد في الشارع اللبي ردا على تواصل الإساءة الفرنسية للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم انطلقت مظاهرة عقب صلاة الجمعة تنديدا بالرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في إطار فعاليات عدة في العديد من الدول الإسلامية في مواجهة الإساءات الفرنسية مطلوب من كل المسلمين في العالم أن يتآذروا ويخرجوا لمنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا واجب وهذا أضعف الإيمان على كل المسلمين فأنا أدعو كل المسلمين وكل الليبيين إلى التكاثف وإلى التوحد وأخذ المبادرة للوقوف ضد هذه التصريحات وهذه التصرفات من كافة السياسيين سواء الرئيس الفرنسي أو غيره نصرة لحبيبنا وسيدنا محمد عليه أفضل إن العزة لله ولرسوله والمؤمنين والإسلام إذا حاربوه اشتد وإذا تركوه امتد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على كل منطقة وتجبر وسيجعل الله بعد ذلك نصرا عظيما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ارتفعت حدة الغضب ضد فرنسا تزامنا مع إصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التمسك برسوم كاريكوترية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصف الإسلام بالإرهاب والتطرف فرفع مئات المحتجين في طرابلس لافتات كتب عليها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى تدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية وأحرقوا العلم الفرنسي وجاب المشاركون في المسيرة ميدان الشهداء وكان بينهم نساء وأطفال وكبار في السن طبعا هذا نداء لأننا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفديه بدمائنا وبأروحنا يكفينا شرفا أنه يعني آخر نبي وأفضل نبي وقف على الكرة الأرضية وجاءنا هذا الدين على طبق من ذهب ويجب أن لا نفرط في هذا الدين ويجب أن نقف مع رسول الله وأن يدافع عنه بأبنائنا بذبيعنا بكل ما نبلك بسم الله والله أكبر نقول لميكرون ونقول لكل دول الكفر قاطبة ولكل من تطاول على الحبيب المصطفى حبيب الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين إن حاربوه اشتد وإن تركوه امتد والحاضر والمستقبل بإذن الله للإسلام والمسلمين الله أكبر على كل من طغى وتجبر الله أكبر بعز عزيز أو بذل ذليل هذا الإسلام سينتشر الإسلام له الحاضر وله المستقبل بإذن الله متى يعي حكامنا أن الدفاع عن المقدسات ليس تطرفا وتخندقا مع الإرهاب ومتى يعي الحكام أن الدفاع عن المقدسات إن لم يكن مطلبا لهم فهو حق لشعوبهم وعليهم رعايته والقيام به ومتى يدرك حكامنا أن الحفاظ على العروش لا يكون بالتنكر للهوية شكرا